مع عبر الأقمار الصناعية من ريف درعة مراسل الأخبار الآن محمد الحوراني محمد مساء الخير من عندك كيف هو الوضع عندما نتحدث عن هذه الانتهاكات بتزامن مع أستانا؟ نعم مساء الخير كما ذكرت أن قوات النظام أعلنت عن هدنة في جنوب سوريا تشمل محافظة درعة والقنيطرة وريف السويدة لكن بعد ساعات من إعلان النظام هذه الهدنة قامت مروحيات الأسد بقصف عدة مناطق في محافظة درعة ولا سيما أحياء درعة البلد بعدة براميل متفجرة تحتوي مادة النابل كما وثقها ناشطون وقدر عدد البراميل بستة وثلاثين برميل متفجر سقط على أحياء درعة البلد وبلدة نعيمة وبلدة أم المياذن بالإضافة إلى أن قوات الأسد قامت أيضا باستهداف مشفى ميداني الأمس في بلدة الحراك وأيضا استهداف نقطة للدفاع المدني أيضا بنفس البلدة شرقي محافظة درعة وبذلك تكون قوات النظام قد خرقت الهدنة التي أعينتها من طرفها في جنوب سوريا بالإضافة أن قوات النظام حاولت بالتقدم من جهة مخيم درعة باشتباكات متقطعة كما قالت البنياء المرصوص وغرفة عمليات رس الصفوف ومن جهة أخرى قالت لنا فصائل المعارضة في الجبهة الجنوبية أنها رفضت حضور مؤتمر أستنى الذي يعقد اليوم في أستنى لمباحثات لأجل الوضع السوري وقرار وقف إطلاق النار النظام لم يلتزم بالهدنة كما قالت المعارضة وكان قرار وقف إطلاق النار كما قدمته فصائل الجبهة الجنوبية هو بند من 11 بند لحضور اجتماع أستنى ولكن النظام خرق الهدنة بعد ساعات من إعلانه في جنوب سوريا بالإضافة إلى أن هناك قوات برية حسب المعارضة أنها دخلت إلى محافظة درعة عبر طريق الأستراد الدولي دمشق درعة بالإضافة إلى أن قوات الجبهة الجنوبية استهدفت اللواء 12 في بلدة إزرافية المدفعية الثاقلة ورجمات الصواريخ شكرا جزيلا يعطيك العافية محمد الحوراني مراسلنا من ريف درعة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات